طبعاً من أكثر الموضوعات المتصدرة لترنت حالياً هي الانتخابات الأمريكية واللي كثير من الناس شايف أن نتائجها تأثر بشكل كبير جداً على مستوى كثير من الصراعات والحروب اللي بتحصل في العالم ولكن الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده كان واحد من أكثر الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأيام اللي فاتت واللي حقق من المشاهدات على مستوى العالم وزي ما احنا شايفين في الفيديو بيظهر عطل في واحد من أجل التصويت الخاصة بالانتخابات الأمريكية واللي موجودة في ولاية كينتاكي وفي واحدة ستة بتحاول أنها تختار ترامب لكنها كل ما تختاره الجهاز يختار كاميلا هارس من نفسه وطبعاً الموضوع عمل حالة كبيرة من القلق لدرجة أنه المدعي العام الخاص بالولاية اتدخل لحل المشكلة دي